نبدأ كالبعطات بأهم الأخبار والأحداث رئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع بالأمس لمتابعة جهود الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة ووجه سيادة الرئيس بسرعة الانتهاء من الخطوات التشعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكانتها الحالية ويرفع قدرتها الاستعبية وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام الملف الاقتصادي أيضا كان حاضر بقوة في مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عقد مبارح اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق دكتور مدبولي شدد على عدم السماح بالبناء العشوائي أو ببناء أي بنايات مخالفة بشكل قاطع أخبار كتير مهمة حصلت مبارح أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة جهود الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة وتم استعراض أليات متابعة التزامات المستثمرين لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية والأطر التشريعية اللازمة في هذا الصدد أوجه الرئيس بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية بما يعزز من إمكانتها الحالية ويرفع قدرتها الاستيعابية وجودة وجفاءة الخدمات الصحية بشكل عام امبرح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين وزارتين الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأشر مدبولي إلى أن الانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات هيكون له أثر إيجابي في تحسين مركزها المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات امبرح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراء وشدد رئيس الوزراء على عدم السماح بالبناء العشوائي أو أي بنايات مخالفة بشكل قاطع موجهاً كل الجهات الحكومية صاحبة الولاي على بعض الأراضي في جزيرة الوراء بعدم السماح بأي تعدي على الأراضي لفتن في الوقت نفسه لموصلة الحكومة صرف التعويضات المناسبة لمستحقها امبرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن لعبي أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة حققوا إنجاز رياضي جديد خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومي في دورة الألعاب الإفريقية اللي تم تنظيم فعلياتها بمدينة أكرا الغنية بمشاركة 44 دولة ونجح 45 لاعب ولاعبة من نادي طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية في الحصول على 54 ميدالية متنوعة من إجمال 107 ميدالية حققتها البعثة المصرية في الألعاب الفردية وده بواقع 37 ميدالية زهب و13 فضة وأربعة برونز ترجمة نانسي قنقر